طيب السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض شوية مفردات عن العائلة او آآ تمام حارة النهاردة هتكون شوية عن آآ العائلة او خلاص تعالوا بها كده نبدأ مع بعض اول حاجة آآ عايزين نعرف بعض المفردات عن آآ العائلة تمام طبعا عندنا مفردات سهلة جدا مثلا عندنا براذر آآ سيستر فاذر ماذر تمام طبب براذر هنا لما نيجي ننطق بيقول براذ بصوا لساني بيطلع في براذر مش براذر لو قلت براز شافين لساني جوه لأ تبقى غلط تبقى زاد لأ هاتي قدش هنا قلت نطق ذ ذ ذ براذر نفس الموضوع في ماذر تمام فاذر فاذر ذ ذ ذ فاذر ذ ذر تمام اوكي اوكي براذر فاذر ماذر سيستر تمام طب ننقل بقى للجد والجدة اوكي واحيانا بيقولوا قلت جدة بس كدلا او اختصار Granny 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 طيب Grandparents Grandparents هما الاثنين Parents بس يعني Father and Mother Father and Mother أما Grandparents هما الجد والجدة طيب أبو جدي اسمه Great Grandfather Great Grandfather طيب كهز جدا أو Great Grandmother اللي هي مامة جدي خلاص تمام ده لو حد يعني ربنا اديه صحة كده أبو جد وعايش أو مامة جد وعايش يعني خلاص يبقى Great Grandfather Great Grandmother تمام عنا لبردو كلمة مهمة جدا كلمة Cousin كلمة Cousin في اللغة الإنجليزية تنفع لكل حاجة يعني مثلا ابن خالي ابن خالتي بنت خالي ابن خالتي ابن عمي ابن عمتي ابن عمي ابن عمتي كل ده تقدر تقول عليه Cousin طب حبيت تحدد بقى تقول My Uncle's تستخدم My Uncle's Son تمام برضو هتقع في مشكلة هنا Uncle خالي ولا عمي صح My Uncle's Son My Uncle's Daughter ابن خالي أو بنت خالي أو ابن عمي أو بنت عمي طب Aunt عندك عمتي أو خالتي برضو تمام خالص لماذا لا يوجد مفردات كثير في هذا الموضوع؟ لأن هم عندهم موضوع الموضوع الفاميلي ده يعني مش زي ترابط كده عندنا والناس كلها لازم فيه تأصيل وتحديد وده مين وده مين لأ هم عندهم الموضوع يعني عايم شوية ترابط ترابط الأسرة لي زي من أنتوا عارفين مش قوي يعني عندهم خلاص كده تمام أو ماشي ممكن تقول My Father's Brother أو يعني ده عمي بقى خلاص عرفنا كده بدل My Uncle تمام أو مثلا تقول My sister's My mother's brother يعني ده خالي أخو أمي فالعملية تحس أن فيها لا مش زي عندنا ابن خالي أو ابن عمي ابن عمي ابن عمتي وهكذا تمام نينجي برضو لشوية كلمات كده فيه مش عارفاها نبدأ بقى ويعني الحما أو الحما خلاص كده أنا ما نقول ايه يعني حما My father in law My father in law حما طب ليه ايه ايه سبب تسمية in law طبعا الجواز عقد شرعي تمام العقد الشرعي ده بيبقى مسجل وبالتالي بتعتبر العائلة عائلة الزوجة هي عائلة الزوج وعائلة الزوج هي عائلة الزوجة عشان كده قريبة جدا بدنا نقول My father in law يعني ابويا حسب القانون او والدي زي ما قانون بيقول والد زوجتك والدك تمام ماشي والد زوجتك والدتك في مقام والدتك خلاص عشان كده father in law حماية mother in law حماتي طب اخت مراتي sister in law سيستر اخ مراتي brother in law تمام كده كل الطرفين يستخدم كلمة in law علشان يعبر عن باقي افراد الاسرة والجميل ان هما نفس الافراد brother sister mother father بس معهم كلمة in law in law للناس اللي بتسأل اين نسيبي اخ امراتي اخت امراتي او العكس خلاص الحل فيها في كلمة in law تمام نجي نشوف برضو بين بعض الكلمات الغريبة كلمة step father step mother اللي هو زوج الام يعني الام مثلا زوجها توفى وجوزت واحد تاني بالنسبة للاولاد ده اسمه step father او العكس يبقى زوجة الاب step mother step mother اوكي خلاص كده يبقى step father step mother طيب ولو انت مثلا عندك ولد بس الولد ده مش ابنك مثلا او ابن زوجتك او او كده تقول step son step son او step daughter step son او step daughter تمام كده خلاص فهمنا دي حاجات برضو مش 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 شائعة او مش كل الناس يعني بتعرفها اوكي طيب نيجي لموضوع الحالات الاجتماعية طبعا الناس كتير عارفة كلمة single single متزوج اعزب مرد متزوج تمام كلمة divorced مطلق او مطلقة تمام كلمة widow widow كلمة widow w-i-d-o-w دي معناها ارملة يعني زوجها طف اما widower خلاص اللي هي يعني ارمل يعني مراته هي متوفق وان كان يعني دلوقتي بنشوف ان كلمة widow تطلق على الاتنين الارمل او الارمل تمام بعد كده كلمة engaged معناها مخطوب او مخطوبة خلاص كده تمام الخطوبة اسمها engagement 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 الخطوبة تمام كده الزفاف wedding 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 اللي هو حفل الزفاف تمام طيب المولود سبوع سبوع خلاص السبوع اسمه shower party ما تستغربش هي اسمها shower party خلاص يعني shower زي دوش كده اه هي كده اسمها shower party shower party تمام خلاص دي كانت كده معظم الكلمات معنا النهارده وان شاء الله برضو هنعمل حلقة vocab كده ان شاء الله المرة الجاية وشوفكو في حلقة قادمة ان شاء الله سلام عليكم موسيقى